عقدت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة اليوم ورشة عمل دولية بشأن إعمار القطاع وذلك بحضور وفد من القاهرة وبمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددا من دول الاتحاد الأوروبي استعرضت ورشة العمل التي عقدت في فندق المشتل بغزة وذلك بحضور الوفود الأوروبية واقع إعمار قطاع غزة من مختلف النواحي كذلك تفاصيل مشروعات الإعمار التي تنفذها جمهورية مصر العربية في غزة ومراحل تنفيذها من المقرري توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة التي تنفذها مصر خلال الأيام القليلة المقبلة وتهدف هذه الورشة إلى إطلاع الوفود الدولية على مشاريع الإعمار المصرية المنفذة في قطاع غزة وكذلك حث المجتمع الدولي والمانحين على المشاركة في عملية إعمار القطاع بهدف تحسين الواقع الحياتي والمعيشي في غزة كان الرئيس السيسي قد وجه في الثاني عشر من يناير الجاري بضرورة الإسراع في الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر